بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل دائما دروس رياضيات تحضيرا للباك للشعب العلمية اليوم يعني الضرف القسمة في زاد الجزء الثالث لشعبات تقنية رياضي ورياضيات إذن أول شيء نشاهده اليوم هو الأعداد الأولية تكملة يعني الوشفناء لجزءين سابقين تعريف القول أن العدد الطبيعي أن عدد أولي معنى أن أن يقبل قاسمين بالضبط في أن جمالة الأعداد الطبيعية واحد وأن نفسه يعني أن أن عدد أولي إذا كان قابلا للقسمة على واحد ونفسه وعلى نفسه فقط يعني يكون عدد أولي يمكن أن يكون عدد أولي عندما يكون في القواسم تعاون لقوا زوج قواسم فقط يكون عنده قاسمين فقط وماذا هو القاسمين هذا القاسمين القاسم الأول هو واحد والقاسم الثاني هو نفسه يعني خمسة مثلا يقبل قسمه على واحد وعلى خمسة يعني يكون له قاسمين فقط إذا تعدى قاسمين إذا عنده أكثر من قاسمين فإنه ليس عدد أولي هذا هو العدد الأولي عدد أولي نشوفه القواسم تعاون لقوا عنده زوج فقط واحد ونفسه هذا مكان ملاحظات ونتائج سفر غير أولي لأنه يقبل ما لا نهاية من القواسم يعني سفر نقدر نقسمه على كل شيء إذا سفر غير أولي لأنه يقبل ما لا نهاية من القواسم ملاحظة الأولى هذه منحظة الثانيةanya واحد غير أولي العدد واحدة عدد غير أولي يعني قاسم واحد أتخلطت мет spiders مهيم يعني يكون 1 غير أولي لماذا غير أولي لانه عنده قاسم واحد فقط وفي نفس الوقت هو واحد ونفسه لكنه يعتبر قاسم واحد إذاً ليس أولي لأن الشرط لازم يكون للععدل الأولي قاسمين وليس قاسم واحد يعني قاسمين هو واحد ونفسه عنده قاسم واحد وبلتالي هو واحد ليس أولي العدد الثنين هو العدد الأولي الزوجي الوحيد الثنين هو عدد أولي الزوجي الوحيد لماذا؟ لأن كل الأعداد الزوجية أكبر من الثنين ليست أولية لماذا؟ لأن على الأقل نلقوها مثلا أربعة يقبل القسم على نفسه وعلى واحد وعلى اثنين لأن كل أعداد الزوجية تقبل القسم على اثنين وبالتالي الأعداد الأولية تلقوها أعداد فرضية دائما ما عدا ثنين الثنين هو العدد الأولي الزوجي الوحيد هكذا ثنين ثلاثة خمسة سبعة حداش ثلطاش ثلطاش سبعتاش سعطاش تسعطاش لثة وعشرين هي الأعداد الأولية الأصغر من خمسة وعشرون هي ثلاثة ثلاثة خمسة سبعة حداش ثلطاش سبعتاش تسعطاش ثلاثة وعشرين إلى آخرين مثال أربعة عدد غير أولي لماذا؟ لأن ثلاثة كنشوفوا مجموعة قواسم أربعة وعندنا واحد ثنين أربعة حكذا أو ممنسية تحت واحد حدث واحد ثنين أربعة لذلك لدينا ثلاث قواسم إذا كان العدد عنده أكثر من قاسمين فإنه غير أولي لماذا؟ لأنه هنا أربعة يقبل قسمة على نفسه وعلى واحد ويقبل قسمة على ثنين إذن ليس عدد أولي لنقلنا الشرط يجب أن يكون للعدد قاسمين فقط هما واحد ونفسه لكي يكون عدد أولي إذن 4 عدد غير أولي لأنه عنده ثلاث قواسم 5 عدد أولي لماذا؟ لأن قواسم 5 يقبل قسمة على نفسه وعلى واحد منه فإن 5 عدد أولي هذه العدد الأولي لأنه يكون عدد أولي يجب أن يقبل قسمة على نفسه وعلى واحد الآن ثانيا نشوفو خواص خاصية الأولى ماذا تقول؟ كل عدد طبيعي أن أكبر تماما من واحد يعني يكون أن أكبر أو يسوي اثنين أو أكبر تماما من واحد يقبل على الأقل قاسما أوليا يعني كل أعداد الطبيعية أن أكبر تماما من واحد يعني أكبر من أو تسوي اثنين يعني أن أكبر أو يسوي اثنين يقبل الأقل قاسما اوليا. يعني كل عدد اكبر من واحد القوة فيها يعني في قواسمها على الاقل عدد اولي او اكثر. اذا كان ان اوليا فان ان يقسم ان. العدد يقسم نفسه والخاصية محققة. هكذا. و اذا كان ان اوليا يعني العدد يقسم نفسه والخاصية محققة. لان ان اولي وان يقسم عدد اولي اذا مثال ثلاثة عدد اولي. هكذا. قواسم ثلاثة يقبل القسمة على ثلاثة. يعني ثلاثة يقبل القسمة على عدد اولي. حسب الخاصية. الذي هو نفسه في هذه الحالة. يعني ثلاثة. لماذا؟ لان كل عدد طبيعي اكبر تماما من واحد. يعني اكبر اثنين. يقبل الاقل قاسمين اوليا. ثلاثة هذا اكبر من واحد. وهو عدد اولي. قلنا كي يكون عدد اولي. نشوفوا القواسم بتاعه. اذا لم نلقينا عدد اولي اخر. فان على الاقل يكون عدد اولي واحد. وبما انه عدد اولي. فانه يقبل القسمة على نفسه. يعني ثلاثة يقبل قسمة على ثلاثة. وثلاثة عدد اولي. اذا ثلاثة يقبل قسمة على عدد اولي. وفي هذه الحالة هو نفسه. مثال اخر. عشرة. عشرة غير اولي. يعني عدد غير اولي. عشرة. نشوفوا قواسم عشرة. هي. واحد. اثنين. خمسة. عشرة. لكنه. اذا عشرة غير اولي. لكن. كنشوفوا القواسم تاعه. لازم نلقى عدد اولي. على الاقل. وخمسة من قواسم عشرة. وخمسة هو عدد اولي. واثنين. عدد اولي ايضا. اذا. هناك عددين اوليين من قواسم اثنين. احنا في القاعدة في الخاصية قلنا. على الاقل عدد اولي. يعني يمكن يكون اكثر من عدد اولي. اذا عشرة غير اولي. لكنه. يقبل. القسمة على عدد اولي. خمسة واثنين. في هذه الحالة. لأننا. قلنا. في الخاصية. يقبل. على الاقل. قاسما. اولي. يعني على الاقل. يمكن يكون اكثر من قاسم اولي. مثل هذه الحالة. الان نشوفو خاصية ثانية. اشتقول خاصية ثانية. كل عدد طبيعي ان غير اولي. اكبر تماما من واحد. يعني ان اكبر او يسعو اثنين. يقبل. 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 قاسما. اوليا. ا. حيث. ا. يكون اصغر او يساوي جذر ان. يعني. عدد طبيعي ان غير اولي. اكبر تماما من واحد. يعني ان اكبر او يساوي اثنين. يقبل قاسما اوليا. يعني في القاسم تعاون. نلقى قاسم اولي. على الاقل. ا. حيث. هذا القاسم. يكون اصغر او يساوي جذر ان. هكذا. مثال. عشرين عدد طبيعي. غير اولي. اذا ما فهمتش كيش حاجة عودوها بالعقل. عشرين عدد طبيعي غير اولي. احسبوا جذر عشرين. يساوي. جذر عشرين. ليس عدد طبيعي يعني عدد بالفاصلة. اربعة فاصل. بالتقريب يساوي اربعة فاصل سبعة وربعين. هكذا. يعني. جذر عشرين هو. اربعة فاصل. سبعة وربعين. لنكو. حسب القاعدة يعني. حسب الخاصية. يعني. عشرين. يقبل قاسما اوليا. حيث. هذي يكون اصغر او يسوي جذر اثنين. يعني اصغر او يسوي اربعة. هكذا. نشوفوا قواسم عشرين. جذر عشرين. اه دي عشرين عفوان. ديفيزة دو عشرين. واحد عندنا اثنين. عندنا اربعة. عندنا خمسة عشرة. عشرين الاخرة. حسب القاعدة يعني الاتعاني يكون اصغر او يسوي اربعة. اربعة عدد غير اولي. هكذا. من هو. وش بقى? بقى اثنين وواحد. واحد عدد غير اولي. واثنين. هو العدد الاولي. اذا في هذه الحالة ا هو اثنين. من هو ا يسوي اثنين. في هذه الحالة. ده ما كان يعني يعني كي يعطينا عدد طبيعي غير اولي. ديولو الجذر. كي لقوا جذر تاو. نشوفو. يعني يكون يوجد ا حيث ا اصغر او يساوي الجذر ان. في هذه الحالة اربعة. يكون عدد اولي. ده ما نشوفو العدد الاولية الاصغر او تساوي الجذر ان. في هذه الحالة اثنين. هكذا. نشوفو مثال ثاني. خمسة وعشرين. غير اولي. عدد غير اولي. هكذا. نشوفو جذر خمسة وعشرين. جذر خمسة وعشرين يساوي خمسة. يعني عدد طبيعي. من هو? حسب القاعدة لازم نلقاه. ا يكون اصغر او يساوي جذر ان. يعني عدد اولي ا حيث ا يكون اصغر او يساوي جذر ان. نشوفو قواسم خمسة وعشرين. عندنا واحد. خمسة وعشرين. هكذا. احنا في هذه الحالة. دونك الات تعني يكون اصغر او يساوي خمسة. كنشوفو عندنا واحد وخمسة. خمسة هو عدد اولي. اذا. في هذه الحالة. ا يساوي خمسة. يعني خمسة عدد اولي. يعني ا يساوي جذر ان في هذه الحالة. هذا واش قلتنا القائد? عدد اولي يكون اصغر او يساوي جذر ان في هذه الحالة. ا يساوي جذر ان وهو خمسة. سهلا مال. الان شوفو خاصية ثالثة. سيقول خاصية ثالثة. مجموعة الاعداد الاولية غير منتهية. مجموعة الاعداد الاولية غير منتهية. يعني مجموعة غير منتهية. مجموعة كل حالة من الحالات الاتية اذكر ان كان العدد اوليا ام لا. يعني في كل الحالة من الحالات الاتين شوفو اسكو العدد اولي ام لا. حالة الاولى ثلاث مئة واربعين. حالة الثانية مئة واحدة واربعين. الحالة الثالثة من مئة واحدة واربعين. شوفو ثلاثة اعداد هذو اسكو اعداد اولية ام لا. الحل. شوفو الطريقة. الحل. طريقة للحل. لماذا عرفت? اذا كان. اعداد طبيعي ان اكبر تماما. من واحد. يعني ان يكون اكبر ايو سوى اثنين. اوليا ام لا. واش نديرو? نحسب. جذر ان. يعني نحسبوه جذر ان. هكذا? نحسبوه هذا العدد. اولا. في الحالة الاولى اذا كان جذر ان عددا طبيعيا. يعني اذا تلقينا جذر بتاعه عدد طبيعي. يعني قيمة مضبوطة. اي ان مربع تام. مثلا الجذر 25 يسوى خمسة. ماشي خمسة فاصل. الاخيرة. يعني عدد عنده الجذر كما نقوله. بالعامية. فان ان غير اولي. تلقينا العدد عنده الجذر فان ان غير اولي مباشرة. جذر 25 مثلا. 25 يعني جذر 25 يسوى خمسة. من هو 25 ليس اولي مباشرة. هذا الثانية. اذا كان جذر ان غير طبيعي. يعني جذر ان ليس عدد طبيعي. مثلا جذر 20 اربعة فاصل الى اخرى. مش نديرو? عدد طبيعي. نقسم ان على الاعداد الاولية الاصغر من جذر ان على الترتيب. يعني نشوفو. يعني اذا كان الجذر ان غير طبيعي يعني قيمة غير مضبوطة. نقسم ان على الاعداد الاولية الاصغر من جذر ان. على الترتيب. يعني نشدقاء الاعداد الاولية الاصغر من جذر ان. ونقسم ان على لها. نشوفو اذا يقبل قسم. يعني يجب نلقى نلقو كشقاسم من قواسم ان يكون عدد اولي اصغر من جذر ان. في هذه الحالة اذا وجدنا احد البواقي مع دوما يعني كنقسم انا على هذا العدد نلقوه مع البواقي مع دوما يعني ماذا يعني معناه ان ذلك العدد يقسم ان. يعني قاسم لان. نتوقف ونقرأ ان ان غير اولي. يعني اذا نقينا واحد من الاعداد الاولية الاصغر من جذر ان قاسم لان. نقول مباشرة ان ان غير اولي. حدث مثل الخاصية الثانية. اذا كانت كل البواقي غير معدومة. يعني اذا ما لقيناش كشقاسم اولي لان. اصغر من جذر ان نقرأ ان ان اولي. يعني باختصار حسب مثل الخاصية الثانية. وباختصار هي الخاصية الثانية. الخاصية الثانية. واش تقول كل اعداد كل عدد طبيعي ان غير اولي اكبر تماما من واحد يقبل قاسم اولي. يعني اذا لقينا قاسم اولي. اه اصغر او يساوي جذر الان. فان ذلك العدد غير اولي. اذا ما لقيناش فان العدد اولي. يجب ان نشوفوا الامثلة. الحال في هذا التمرين. اولا 349. الحالة الاولى هي 349. اول شيء واش نديرو. نديرو جذر 349. يساوي بالتقريب. 18 خاصة 68. هذا. الاعداد. الاولية. الاصغر من جذر 349 هي. اثنين. ثلاثة. خمسة. سبعة. يعني الاعداد الاولية. الاصغر من 18 او تساوي 18. اثنين ثلاثة. خمسة. سبعة. احداش. ثلطاش. واسبعتاش. هذه الاعداد الاولية. الاصغر من جذر 349. واش نديرو. 449 نقسموه على قاع هادو. باش نشوفو اسكو. اه احد يعني يجب ان نجد. باش نشوفو يعني كان قسموه 349 لهادو. اسكو يكون لباقي سفر. كان لباقي سفر فان احد هذه الاعداد. هي قاسم ل 340. يعني يجب ان نجد. نلقاه احد هذه الاعداد قاسم. يعني يجب ان نلقاه احد هذه الاعداد قاسم. يلقاه اسكو يكون عدد غير اولي. اذا ملقيناش فانه عدد اولي. نبحث. اذا كان. احد هذه الاعداد من قاسم 149. نشوفو اسكو 149 على اثنين. مثلا يسعو اسكو 174. ونباقي واحد لسقاسم. 149 على ثلاثة. شحن نلقاه. الى اخر. نقسموه على قاع. نقسموه على قاع هذا الاعداد. نشوفوه اذا كان يقبل قسمة ام لا. خليكم تحسبوه. دونك 949 لا يقبل القسمة على ثنين. ثلاثة وخمسة وسبعة وحداش. ثلاثة وسبعة تاش. كي تحسبوه تلقاه يقبل قسمة على احد. ومنه. ومنه وشقولنا. اذا كان كل الباوغ غير معدومة. نقرأ ان ان عدد اولي. يعني اذا لم نلقى احد هذه الاعداد من قاسم 349. منه نقول مباشرة. منه نقول 349 عدد اولي. هذه هي الطريقة. هذه هي الحالة الاولى. ثانيا نفس طريقة. 341. يمكن تحسبوها 341. يمكن تحسبوها تقريبا. من 11.46. الاعداد الاولية. الاصغر من 341. هي نفسه مثل المثل السابق. الحالة الاولى. اننا لقى الجذر 18. بالتقريب كيف كيف. دونك 2 3 4 5 7 11 13 17. نبحث اذا كان احد هذه الاعداد من قواسم 241. تحسبوه نفس الطريقة. 141 على اثنين. سوى مثلا. 171 والباقي واحد. 141 على ثلاثة. سوى عقدة. الآن تم تحسبوها الساعات. سوى مثلا. نقوم ونمتحت في الآن裡面aient système ادتابعة وثلاثة. سوى المثلات. نظرت لها واحدة المثلات. فليست هاه up 308 وثلاثة. لها ملكا السوى المفزن يقب يساوي 31 من باقي صفر منه 341 يقبل القسمة على 11 إذا وجدنا أحد البواقي معدوم نتوقف ونقرأ أن أن غير معدوم نقرأ أن 341 يقبل القسمة على 11 341 يساوي 11 في 30 ومنه 341 عدد غير أولي الآن حدث ثالثا ثالثا جذر 141 يقوي 29 في هذا الحال إذا كان جذر آن عدد طبيعي أي آن مربات آن فإن آن غير معدوم مباشرة بما أن جذر 140 عدد طبيعي فإن 141 غير أولي مباشرة مباشرة قولوا أن 141 غير أولي لأن القناة سعوشين القناة عدد طبيعي تام يعني قيمة مضبوطة فإن الآن ننتقل إلى شيء آخر ثانيا شوفوا مبرهنة بيزو مبرهنة 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 بيزو ماذا تقول يكون عددان صحيحان أو ب أوليان فيما بينهما إذا وفقت إذا وجد عددان صحيحان إي و بيزو حيث آي زائد بي بي يسوح هذه المبرهنة بيزو يكون عددان صحيحان أو آو بي أوليان فيما بينهما إذا وفقت إذا وجد عددان صحيحان إي و بي حيث آي زائد بي بي يسوح إذا كان آي زائد بي بي يسوح واحد فإن أو بي عددان أوليان فيما بينهما كما وكما رأينا في الجزء الثاني من الدرس من هذا الدرس إذا لم تشاهدهم سأرجع إليهم هذا الدرس يعني الدرس القسمة في زاد صحيحان وشفنا يكون العددان آو بي أوليان فيما بينهما إذا كان ينقومون بجد و twenty si d واحد او سوا واحد فان هما اوليا فيما بينهما وهذا كان اوليا فيما بينهما فان ا يزايد ب ب يسوا واحد او hinو حين هذه A يزايد BV يسعوا واحد فإن القول A يضربون في حاجة زايد B يضربون في حاجة يسعوا واحد هذه الحالة حسب مباراة B فإن A و B عددا أوليان فيما بينهما مثال خمسة و ثلاثة أوليان فيما بينهما لأن لماذا أوليان فيما بينهما؟ لأن PGCD ثلاثة و خمسة يسعوا واحد حسب PGCD ثلاثة و خمسة يسعوا واحد إذن ثلاثة و خمسة أوليان فيما بينهما ومنه حسب مباراة بيزو حسب مباراة بيزو إذا كان ثلاثة و خمسة أوليان فيما بينهما فإن ثلاثة U زائد خمسة في V يسعوا واحد هذه هي أوليان في هذه الحالة هما ثلاثة و خمسة أوليان فيما بينهما ثلاثة و خمسة أوليان فيما بينهما يسعوا واحد هكذا منه و حسب مباراة بيزو فإن نفس الطريقة خمسة أوليان فيما كنتهي يسعوا واحد أوليان فيما کال ABS وهذه هي مباراة بيزو أ الثنائية E و V ليست وحيدة يعني ما عنده مش قيمة وحيدة هذه الثنائية نقدرون لنلقوا عدة قيم لهذه الثنائية مثلا من أجل A يساوي 2 A يساوي 3 و B يساوي 2 يعني تولي المعادلة عن 2 عفوا 3 ولا 2 يمكننا اقربتهم A يساوي 2 و B يساوي 3 المعادلة عنها تولي 2 زي 3 V يساوي 1 هكذا الثنائية ناقص 1 1 هي حل للمعادلة حل المعادلة نعود 2 U هذه U هذه V ناقص 2 في U في ناقص 1 زي 3 في 1 حل نلقاوه 1 1 في ناقص 2 ناقص 1 هو ناقص 2 زي 3 ناقص 2 زي 3 يساوي 1 هذه صحيحة نرى الثنائية أخرى الثنائية 2 ناقص 1 هي حل للمعادلة لنقص 2 4 ناقص 3 يساوي 1 اذا صحيحة ايضا اذا الثنائية هذه ليست وحيدة يمكن نجد عدة ثنائية الآن شوفوا خواص خاصية واحد ماذا تقول اذا كان D القاسم المشترك الاكبر للعددين الصحيحين او ب فانه يوجد عددان صحيحان او ب بحيث او حيث اي زائد ب ب يساوي د خاصية اذا كان الدي القاسم المشترك الاكبر لعددين الصحيحين او ب فانه يوجد عددان صحيحان او ب بحيث اي زائد ب ب يساوي د لماذا عددان صحيحان او ب او ب يساوي د هكذا يعني د هو القاسم المشترك الاكبر لهما منه ا يساوي عددان صحيحان او ب او ب د او ب نقوم ب جزء الثاني او الجزء الاول اذا كان قسم العددين على قاسم المشترك الاكبر A على D نلقى A' وب유 على B' و هي عدداً أوليانة فيما بينهما يعني نقسم العددين على القاسم المشتاك الأكبر لهما عددين أولياً فيما بينهما owane الكسر غير قابل قابل اختزال نقسم العددين على القاسم المشتاك الأكبر لهما هكذا. بجلقوا عددين اولين فيما بينهما نفس الشيء. لان هذه الحالة. يقسم ا على الدين. يقسم ب على الدين. لقوا ببريم. و ا بريم و ببريم اولين فيما بينهما. منه بجي سي دي. ا بريم ب بريم. يساوي واحد. هكذا. يعني اه ا بريم و ب بريم. عددان. اوليان فيما بينهما. هكذا. وحسب مبرهنة بيزو. حسب مبرهنة بيزو. اذا كان ا بريم و ب بريم اوليان فيما بينهما. معنى ان ا بريم ا زائد بي بريم و يساوي واحد. هذي حسب مبرهنة بيزو كما شفنا. ا بريم ا بريم ا زائد ب بريم و يساوي واحد. هكذا. منه. نضرب الطرفين في دي. نضرب في دي الطرفين. لك وش تولي? نضرب هنا في دي وهنا في دي. لك تولي ا بريم دي ا زائد ب بريم دي في يساوي واحد في دي هو دي. هكذا. وعندنا. حسب هنا. نضربنا بان ا يساوي ا بريم دي. لك هذا هو ا. وهذا بي. بريم دي. و بي يساوي بريم دي. هذا هو ال ا هذا هو ال ب. منه. نتحصل على ا ا زائد بي في يساوي دي. هذا هو البرهان على هذه الخاصية. لك اذا كان دي القاتل المشترك الاكبر لعددين صحيحين او بي فانه يوجد عددا صحيحين او بي بحيث ا يزايد بي في يساوي دي. هذه الخاصية الاولى. الخاصية الثانية. خاصية الثانية ماذا تقول? اذا كان ا عددا اوليا. فانه. 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 اعفوا. فانه. ا اولي. مع. كل. الاعداد. التي. لا يقسمها. ماذا يعني هذا؟ يعني ان ا ليس من قواسم العدد. يعني اذا كان ا عدد اولي. هكذا. فان ا عدد اولي. هكذا. فان ا عدد اولي مع كل اعداد التي لا يقسمها. اذا لقنا عدد مثلا. يعني اذا كان ا ليس من قواسم العدد. الذي يعني اي عدد مثلا. لا يكون من قواسم العدد. فانه. فان ا اولي معه. يعني اذا كان ا لا يكون في مجموعة قواسم العدد. فان ا اولي معه. علما ان A عدد اولي. يمكنكم شوفوا مثال للفهم. مثال A يسوي خمسة. هكذا. A يسوي خمسة. A عدد اولي. خمسة وستة وثلاثون. اوليان فيما بينهما. لماذا؟ لان خمسة لا ينتمي الى قواسم استولاثين. يعني استولاثين ليقبل القسمة على خمسة. يعني كنشوفوا قواسم استولاثين. نلقعوا. واحد. انين. ثلاثة. اربعة. ستة. تسعة. اثناش. منطاش. ستة وثلاثون. لكن لا يوجد خمسة. يعني خمسة ليس من قواسم. اذا خمسة ليس من قواسم ستة وثلاثون. بما ان A عدد اولي. وA يعني خمسة عدد اولي. هذه الحالة خمسة. يعني خمسة عدد اولي. وخمسة ليس من قواسم ستولاثين. كنشوفوا هنا. نلقاوش خمسة. يعني ستولاثين على خمسة. لا يسوي. 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 سبعة. و الباقي واحد. لانه. ليس من القواسم. اذا خمسة ليس من القواسم. ستولاثين. إذن خمسة وستة وثلاثون أوليان فيما بينهما هكذا خمسة وستة وثلاثون أوليان فيما بينهما مباشرة خاصية الثالث إذا كان أ عدداً أولياً مع عددين صحيحين بوسي فإن أ أولي مع جدائهما بفي س يعني إذا كان أ عدد أولي مع بي وكان أ عدد أولي مع س فإن أ عدد أولي مع جدائهما هكذا شوفوا مثال مثال ثلاثة وخمسة أوليان فيما بينهما هكذا هكذا يعني ثلاثة وخمسة أولياً فيما بينهما قدروا تتحققوا من هذا ثلاثة وسبعة أوليان فيما بينهما أيضاً يعني ثلاثة أولي مع خمسة وثلاثة أولي مع سبعة وحسب الخاصية فإن ثلاثة أولي مع خمسة في سبعة مع الجداء هكذا فإن ثلاثة وخمسة أوليان فيما بينهما يعني أن ثلاثة وخمسة وثلاثين لأن السبعة في خمسة وخمسة وثلاثين أوليان فيما بينهما حسب الخاصية وهي صحيحة لأن خمسة وثلاثين وثلاثة أولياً فيما بينهما وكان تحسبوه ثلاثين ثلاثة في حداش زائد اثنين هكذا وثلاثة يساوي اثنين في واحد زائد واحد واثنين يساوي واحد في اثنين زائد صفر منه البيجي ستة ومشاوي واحد إذن أوليان فيما بينهما إذا صحيحة هذه إذا كان الخاصية الثالثة إذا كان A عدد أولي مع عددين صحيحين B و C يعني A أولي مع B يعني A B أوليين فيما بينهما و A و C أوليين فيما بينهما فإن A أولي مع B في C يعني ثلاثة أولي مع خمسة ثلاثة أولي مع السبعة إذن ثلاثة أولي مع السبعة في خمسة الآن يشوفوا تمرين ليكون الآن عددا طبيعيا أثبت أن العددين A يساوي أربعة النقص ثلاثة و B يساوي خمسة النقص أربعة عددان 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 أوليان فيما بينهما هكذا الطريقة طريقة الحل كيف نفعله؟ كيف نفعله؟ استعمال مبرهنة بيزو سوف نستعمل مبرهنة بيزو كي نلقوا الحلول هنا هكذا لكن نشوفو كيف نفعلها إذن الحل أن A يساوي أربعة النقص ثلاثة و B يساوي خمسة النقص أربعة هكذا نجفو في الأول بهذا لكن نضربه A شوفو هنا خمسة النقص هنا أربعة النقص لأنه هناك خمسة و B نضربه في نقص عفوا A نضربه في خمسة و B نضربه في نقص أربعة و علش كيف نجمو العبارتين بش يروحوا لأنه هدوك كيف نفعله في التمارين اللي نفعله في الجزء الثاني يعني هنا عندنا أربعة النقص و Hنا خمسي النقص يوجد أنه هنا أربعة النقص هنا نشوف أي انه مضرب مضرب في خمسة الإنه базowego الآن نضرب في خمسة و هنا في ال B الآن لدينا 5 النقص وال A عندنا أربعة أن لغم قل ops الآن ال B . نضربه في نقص أربعة وأربعة هذا نضربه في خمسة وندير الطرح ولا واحد نضربه في الآخر وواحد نضربه في عكس الآخر يعني في النقص الآخر ونجمعه نفس الشي إذا نضرب A في خمسة و B في نقص خمسة A في نقص أربعة ونجمع يعني وش نجمعه نجمعه خمسة A يعني خمسة في A ناقص أربعة في B يساوي خمسة في A هذا هو الآ وعش دنا هذا بش يروحوا لآن ناقص أربعة في B خمسة A ناقص أربعة منه خمسة A ناقص أربعة في بي يساوي نشره يقولي عشرين آن ناقص خمسطاش ناقص عشرين آن زائد سطاش منه الآن عشرين آن مع ناقص عشرين آن يروح ناقص خمسطاش زائد سطاش يساوي واحد منه خمسة A ناقص أربعة في يسوي واحد هكذا خمسة نقص اربعة بي يسوي واحد هذي كما اي زائد بي في يسوي واحد هكذا ومنه نقول منه حسب مبرهنة بيزو فان او بي او بي عددان اوليان فيما بينهما مباشرة علش اذا كان ا في اي زائد بي في في يسوي واحد فان او بي اوليان فيما بينهما في الحالة ا مضرب في خمسة والب مضرب في نقص اربعة يعني جمعة عام مشا واحد فان بي او بي اوليان فيما بينهما اذا هذه الطريقة وفي هذه الحالة الثنائية اي وفي تساوي ولا هي تساوي اربعة خمسة ونقص اربعة هذا ما كان اذا عندنا الان لب نشوفوا دونك الان عندنا اربعة ان شوفوا الب خمسة ان دونك نضرب أربعة ان هذا نضربه في خمسة وقوم بصنع A نضربه في أربعة ولا نقص أربعة وبصنع B نضربه في خمسة يعني واحد فيهم نضربه في الآخر في المعامل الان والآخر نضربه في المعاملên للأخر وكما هو نضربه Zum كذ neighbors يعني واحد نضربه في 5 A ضربنا في 5 وب gent وبعد نجمعه ولا نضربه A في 5 وب gent وندير الطرح بيتهم المهم هكذا عدة الطرق المهمة هذه طريقة سهلة بسيطة ضرب A في خمسة في معامل الآخر وB تضربه في نقص المعامل الآخر ونجمعه باش يروحونا للآن ونخرج الهادي وخرجنا الهادي مع نطاع AU زائد BV يساوي واحد ومن وحسب مبارنة بيزو فإن A و B عددان أوليان فيما بينهما وبعد في هذه الحالة E و V يساوي نقص 4 و 5 و نقص 4 هذا ما كان سأل مالا أنشوفوا تمرين ثاني ليكن أن عدداً صحيحاً أولاً أثبت أن أن زائد واحد أثنين أن زائد ثلاثة أوليان فيما بينهما نفس الطريقة إذن الحل واحد أولاً أن زائد واحد و أن زائد ثلاثة أن زائد ثلاثة أن زائد ثلاثة ونزائد ثلاثة أن زائد ثلاثة أن زائد ثلاثة أن زائد ثلاثة نقص نقص ثلاثة نقص ثلاثة نقص ثلاثة أن زائد ثلاثة أن زائد ثلاثة نقص ثلاثة أن زائد واحد يساوي واحد هكذا وأعادت لدينا آ بях يساوي واحد هذا هو البتانه وهذا هو الآتانه الآن هذا مضربии في واحد والب مضرب في نقص نين آ آ زائد بي في ونساوي واحد ومنه نقول ومنه حسب مبرهنة بيزو فإن العددين من أنزع ثلاثة وأنزع واحد أوليان فيما بينهما مباشرة هكذا يلقوا على الشكل ومنه حسب مبرهنة بيزو فإن العددين أوليان فيما بينهما وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة الثنائية E و V تساوي تساوي هذا مضرب في واحد وهذا مضرب في ناقص ثلين وفي شو واحد ناقص ثلين هذا السؤال أول السؤال الثاني بنفس الطريقة نتبت أن أنزع واحد و ثلاثة أنزع أربعة أوليان فيما بينهما الآن هذا مضرب في ثلاثة وهنا مضرب في واحد هذا نضرب في هذا الثاني هذا العبارة الأولى نضرب في ناقص ثلاثة ونجمعه كل بشي يروحوا لأن هذا نضرب أنزع واحد في ناقص ثلاثة ونجمع مع ثلاثة أنزع أربعة نصف ناقص ثلاثة يروحوا أربعة ناقص ثلاثة واحد منو ثلاثة أنزع أربعة ناقص ثلاثة في أنزع واحد يساوي واحد يعني هذا من الشكل اي زائد بي في يسوى واحد ومنه حسب مبرهنة بيزو فان لدينا العددين داثة ان زائد اربعة وان زائد واحد اوليان فيما بينهما وبشرة وفي هذه الحالة الثنائية والثنائية تساوي في هذه الحالة وهذا مضرب في واحد وهذا مضرب في ناقل ثلاثة ناقل السؤال الثاني ثالثا واشخالنا استنتج ان زائد واحد وستة المربح زائد سبعتاش ان زائد اتناش اوليان فيما بينهما واش نديرو نلاحظ نلاحظ ان كن ضربو اثنين ان زائد ثلاثة في ثلاثة ان زائد اربعة يساوي ستة ان مربح زائد سبعتاش ان زائد تناش احسبوه تلقاو نفس الشيء بلا以 but one because one follows one with one in the next one نلاحظ ان زائد 1 يصبح دم تنشوفه ندمت uncomfortable once youugs with one in which one and one with one in which other這樣子 وانضربو على انجزي94 باسنا نلاحظ ان انزي ثلاثة يساوي ثلاثة انزة اربعة أعفون نين أنزع ثلاثة في ثلاثة أنزع أربعة يساوي هذه هذا ما قلني استنتجه وبما أن وبما أن أنزع واحد أولي مع نين أنزع ثلاثة هذا السؤال الأول و أنزع واحد أولي مع ثلاثة أنزع أربعة فإن أنزع واحد أولي مع جدائهما وجدائهما هو ستة أن مربع زائد سبعتاش أنزع تناشر هكذا هو الجداء وهذا حسب الخاصية الثالثة خاصية الثالثة في أعداد الأولي اللي شفناهم إذا كان A أولي مع B و A أولي مع C يعني A أولي مع B و C فإن A أولي مع جدائهما هذا هو حسب الخاصية الثالثة هذا مكان سهلا مهلا لازم تستعملوا الخاصية و تشوفوا كيف كيف تديرو كيف تستنتج تلقى حاجة مربع هنا تشوف يعني حاجة مربع لونك تضرب هذا في هذا تلقيته يسوي هذا منه تستنتج حسب الخاصية الثالثة هذه هي مبارهنة بيزو لما فهمتوش عودو بالعقل الآن نشوفوا مبارهنة غس واشتقلنا مبارهنة غس مبارهنة أول شيء مبارهنة A B C ثلاثة أعداد صحيحة غير معدومة إذا كان A يقسم الجداء B C وكان A أوليا مع B فإن A يقسم C هذه مبارهنة غس أو B وC ثلاثة أعداد صحيحة غير معدومة إذا كان A يقسم الجداء B C B C وكان A أوليا مع B فإن A يقسم C مثال 2 يقسم 10 في 3 هكذا يعني أن 2 يقسم 30 10 في 3 و30 و2 أولي مع 3 2 و3 أوليا فيما بينهم يعني 2 أولي مع 3 فإن 2 يقسم 10 حسب مبارهنة غس يعني A يقسم B في C و A يعني A يقسم B في C و A أولي مع B فإن A يقسم C هذا ممكن وهذه صحيحة يعني 2 يقسم 10 في 3 و 10 يقسم 30 منه 2 أولي مع 3 يعني هنا B في C ثلاثة فإن 2 يقسم 10 هذه إذا كان A يقسم الجداء B في C وكان A أولي مع B فإن A يقسم C هذه 2 يقسم 10 في 3 و2 أولي مع 3 ها فإن 2 يقسم 10 هذه مباراة خواص نشوف الآن خواص خاصية الأولى أو B عددان طبيعيان غير معدومين و P عدد أولي إذا كان P يقسم 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 الجداء A في B فإن P يقسم A أو P يقسم B يعني نفس الشيء مثل الخاصية يعني إذا كان A يعني في هذا عدد أولي إذا كان P يقسم الجداء A B فإن P إما يقسم A أو يقسم B يعني يقسم واحد فيهم وما يقسم وليس يكون أولي معه مثال ثلاثة يقسم 12 في أربعة هكذا 48 يعني ثلاثة يقسم 42 43 16 إذا ثلاثة يقسم 12 في أربعة من إما لاثة يقسم أربعة أو لاثة يقسم 12 هكذا هذه هي الخاصية إذا ثلاثة لا يقسم أربعة لأنهما أوليان فيما بينهما إذن يعني PGCD 3 و أربعة يسو واحد هكذا وثلاثة أولي عدد أول ثلاثة أولي ثلاثة عدد أولي وثلاثة يقسم 12 في أربعة يعني ثلاثة إما يقسم أربعة هذا هو B في هذا الحال ثلاثة يقسم أربعة أو ثلاثة يقسم 12 بما أن ثلاثة لا يقسم أربعة لأن اوليا فيما بينهما. اذا ثلاثة يقسم اربعة لانهما اوليا فيما بينهما. اذا ثلاثة يقسم اثناش. حسب مبرهنة جوس. اذا كان ثلاثة يقسم الجداء. وثلاثة اول ما اربعة فان ثلاثة يقسم اثناش. اذا كان ايقسم الجداء بي سي. وكان ا اوليا مع بي. فانه. فان ايقسم سي. هذه مبرهنة جوس وهذه الخاصية. نفس الشيء. خاصية الثانية. ماذا تقول? ا 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 وكان B وC أوليان فيما بينهما فإن A مضاعف للجداء بC إذا الخاصية الثالثة عدد طبيعي غير معدومة إذا كان A مضاعف للعدد B وC وكان B وC أوليان فيما بينهما فإن A مضاعف للجداء بC مثال أربعين مضاعف لأربعة وأربعون مضاعف لخمسة يعني أربعون مضاعف لأربعة وخمسة وبما أن أربعة وخمسة أوليان فيما بينهما يعني BGC D أربعة وخمسة يسعى واحد أوليان فيما بينهما فإنه أربعون مضاعف حسب الخاصية مضاعف للجداء خمسة في أربعة إذن أربعون مضاعف لأشرين هذه هي إذا كان أربعين يعني A مضاعف لأربعون أعفوا A مضاعف لأربعون B وC وبأربعون B وC أوليان فيما بينهما فإن A مضاعف للجداء بفيسي إذن A مضاعف للجداء بفيسي هذا الممكن A مضاعف للعددين B وC وكان B وC أوليان فيما بينهما فإن A مضاعف للجداء بفيسي هذه هي الان نشوفو التمرين. التمرين نختمو به. اذا تمامين واشا قلنا. اعين في مجموعة 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 حلول معادلة ذات مجهول اكس ايجر. وعليش زات مربعة? زات مربعة هي زات. عليش يكون مربعة كي يكون عندنا مجهولين اكس ايجر يدير زات مربعة. عليش زات مربعة كي يكون عندنا مجهولين اكس ايجر يعني زات مربعة. هذا نعمل في مجموعة z مربعة مجموعة حلول معادلة ذات مجهول اكس ايجر. معادلة 9x نقص 18 اجر يسوى 0. ثانيا تأكد أن الثنائية 4 اثنين. حل المعادلة ذات المجهول اكس ايجر. معادلة هي 9x نقص 16 اجر يسوى 4. ثالثا استنتاج في زات مربعة مجموعة حلولfy معادلة ذات ما جه IR Plan vive جر Ultima. نجهول X Y 9 X ناقص 16 Y يسوي 4. الآن نشوفوو الحل. اول شي عندنا 9 X ناقص 16 Y يسوي 0. هكذا. ومين هو? وش نديرو? أول شي عندنا 10 X يسوي 16 Y. 10 X يسوي 16 Y. هكذا. وعندنا 16 يقسم 16 Y. 16 يقسم 16 Y. هكذا. عندنا 16 Y على 16 يسوي Y. ندير 16 Y على 16 يسوي Y. والباقي سوف. إذن 16 يقسم 16 Y. وحسب المساواة. أو بالتالي. وبالتالي. 16 يقسم 9 X. بما أن 16 يقسم 16 Y. و9 X يسوي 16 Y. بما أن 16 يقسم 16 Y. فإن 16 يقسم 9 X أيضا. وبالتالي. وبالتالي 16 يقسم 9 X. بما أن 16 يقسم 9 X. حسب مبارهنة GOS. حسب مبارهنة GOS. حسب مبارهنة GOS. حسب مبارهنة GOS. إذا كان A يقسم الجداء بس. وكان A أول مع B. فإن A يقسم C. حسب مبارهنة GOS. هنا عندنا 16 يقسم 9 X. و16 أول مع 9. فإن 16 يقسم X. فإن 16 يقسم X. هذه هي سالة مالة. في الأول. كانت عندنا هذه المعادلة. جبنا هذا اللي هنا عندك. ولهن 9 X يسوي 16 X. 9 X يسوي 16 Y. وبما أن 16 يقسم 16 Y. لأن 16 Y على 16 يسوي Y. والباقي صفر. وحسب المساواة. يعني بما أن 16 يقسم هذا. فإن 16 يقسم 9 X. لأن 16 X يسوي 16 Y. وبالتالي. 16 يقسم 9 X. 16 يقسم 9 X. وبما أن 16 أول مع 9. لأن 16 يقسم 9. تتحقق من ذلك. لأنهم أولين بينهم. وبما أن 16 أول مع 9. فإن 16 يقسم X. وهذا هو حسب مبارهنة GOS. لأن 16 يقسم الجداء. و16 أول مع 9. فإن 16 يقسم X. هكذا. وكي يكون 16 يقسم X. ومعنتها؟ معنتها. يعني 16 يقسم X. يعني أن. X يسوي 16 في K. هذا حسب. وش في الأجزاء السابقة. يعني 16. يعني 16 يعني 16 يقسم X. معتها أن X يقسم 16 في K. مثلا. يقول 20 يقسم 4. يعني 20 يقسم 4. يعني 4 في 5. والتقول called 16 يقسم X. معتها أن X يقسم 16 في K. في هذه الأجزاء الخاصة allergic to K المعلوم. المهم. حيث أن. عدد صحيح. قلوا انك عدد صحيح. اذا نلقينا اكس يسعى ستاشكة هكذا. وش نديرو? نعوض اكس في المساواة نجد. يعني نعوض الاكس هذا في المساواة. تسعة اكس يسعى ستاش اجرق. هذه المساواة نعوض اكس بقيمته بستاشكة. نك وش يخرج? يخرج تسعة في ستاشكة. نك عوضنا الاكس بستاشكة. يساوي ستاش اجرق. هكذا. نك تسعة في ستاشكة يساوي ستاش اجرق. منو? يرح ستاش مع ستاش. وش يبقى? يبقى تسعة كة يساوي اجرق. يعني نبقى لنا تسعة كة يساوي اجرق. اذا لقنا اكس. الاكس لقناه هو ستاش اجرق. اه ستاش اجرق. وايجرق. هو تسعة اكس منه. اجرق يساوي تسعة اكس. اه تسعة كة. اعفوا. اذا اكس هو ستاشكة. وايجرق هو تسعة كة. اذا لقنا الحلول. الحلول. هي الثنائية. اذا ما فهمتوش عودوا بالعقل. هي الثنائية من الشكل. اذا الحلول هي الثنائية من الشكل. ستاشكة تسعة كة. هكذا. حيث انك حيث كعدد صحيح. هذا ما كان. لقنا اكس يساوي ستاشكة. اعوضناه في هذه. لوق اكس عوضناه بالقيمة التاعه. ولقنا اجرق. اجرق يساوي تسعة كة. منه الثنائية هي ستاشكة وتسعة كة. هذا هو السؤال الاول. ما فهمش يعود بالعقل. ثانية. وش قلنا? التحقق. ان التسعة اكس ناقص ستاش يقرق يساوي اربعة. التحقق. ان الثنائية. اربعة اثنين. حل للمعادلة. بش نتحقق بان الثنائية دي حل للمعادلة دي. وش نديرو? ناقص اكس بك اربعة. واستاش وايجرق بثنين. منه تسعة في اربعة ناقص ستاش في اثنين يساوي تسعة في اربعة. ستة وثلاثين ناقص ستاش في اثنين ناقص ستاش في اثنين. ويساوي اربعة. هكذا اذا تسعة في اربعة ناقص ستاش في اثنين يساوي اربعة. اذا محققة. ومنه اربعة واثنين حل للمعادلة. تسعة اكس ناقص ستاش ايجرق يساوي اربعة. ومنه يمكن ان نقول انه حل خاص للمعادلة. هكذا. نسميه حل خاص. لان هناك ثنائيات اخرى. كما قلنا الثنائيات غير وحيدة. السؤال الثالث. باش نلقو الحل العام. استنتج استنتج في زد مربع مجموعة حلول المعادلة ذات المجهول اكس ايجرق. حيث ان اية تسعة اكس ناقص ستاش ايجرق يساوي اربعة. قلنا استنتج. يعني استنتج يعني شوفوا اعتماد على السؤال الاول والسؤال الثاني استنتج. عند تسعة اكس ناقص ستاش ايجرق يساوي اربعة. ومنه? وش نديرو? نديرو ناقص اربعة ولا نجيبو اربعة هذا اللي هنا. نجيبوه للطرف الاخر يودي تسعة اكس ناقص ستاش ايجرق ناقص اربعة يساوي سفر. هكذا. وانا اعلم ان من السؤال الثاني اعلم ان تسعة في اربعة ناقص ستاش في اثنين يساوي اربعة. هكذا. هادي واحد. نعوض واحد في اه نسموها هادي مثلا اثنين. في اثنين. هكذا. ناقص نعوض اربعة بقيمته. ناقص نعوض هادي في اثنين. ناقص نعوض اربعة بالقيمة هادي. هكذا. نجد. ماذا نجد? نجد. تسعة اكس ناقص ستاش ايجرق. ناقص تسعة في اربعة. اه دوق نقص تسعة في اربعة زائد ستاش في اثنين. هكذا. ناقص 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 تسعة في اربعة زائد ستاش في اثنين. هكذا. بعدنا تسعة اكس ناقص ستاش ايجرق. ناقص تسعة في اربعة زائد. ستاش في اثنين. يساوي سفر. منه? واش نديره? بين هذا وهذا. نخرج نخرج تسعة عامل مشترك. نخرج تسعة عامل مشترك بين هادي و هادي. يبقى احنا اكس. هنا يبقى ناقص اربعة. هكذا. نخرج تسعة يبقى ناقص اربعة. بعد. بين هادي و هادي. نخرج ناقص ١. نخرج نقص ١. اprechen يبقى ناقص ١. يبقى ناقص ١. ایک كلا الخرج ناقص ١. ناقص ١. ناقص ١ في إنسنا, هنا احنا بالموجب. خرجنا نقص 16 يولي نقص 2 يبقى نقص 3 لأن نقص 16 في نقص 2 يسوي 16 في 2 خرجنا هذا يسوي الصفر بين هذا وهذا خرجنا 9 يبقى X نقص 4 لا يجب أن تسلطوا بالإشارة يجب أن تعسوا نقص 16 خرجنا نقص 16 يبقى Y ولكن نقص 16 يبقى نقص 3 خرجنا 16 يبقى 2 ناقص 16 يبقى ثنين. وعلش? زائد هذا هو ناقص ناقص. نخرجو ناقص 16 يبقى ناقص ثنين. هكذا. لان نقلنا ناقص زائد 16 هذا في ثنين يسوي ناقص ناقص 16 في ثنين. هكذا. هل يدروا على نبرك. مش تفهموا. وبعد حنا خرجنا هذا. ناقص 16. يبقى ناقص ثنين. هكذا. كان 16 في ثنين. وهي زائد هو يولي ناقص ناقص. بعد ناقص 16 خرجناها يبقى ناقص ثنين. وكان ناقص 16 في ناقص نين يسوي السفر. من هو? وش نديره? نديره هذي نجيبوها للجهة الاخرى توليد 9 في اكس ناقص اربعة. سوي 16 في ايجراج ناقص نين. هكذا. وكتسعة في اكس ناقص اربعة يسوي 16 في ايجراج ناقص نين. كتبوا هنا. ناقص اربعة يسوي 16 في ايجراج ناقص نين. من هو? 16 يقسم 16 في ايجراج ناقص نين. 16 يقسم 16 في ايجراج ناقص نين. لان كنت ديره 16 ايجراج ناقص نين على 16 يبقى ايجراج ناقص نين. من هو? 16 يقسم 16 في ايجراج ناقص نين. وبالتالي 16 يقسم 9 ايجراج ناقص اربعة. بما ان 16 يقسم هذا. فان ايجراج ناقص نين يبقى ايجراج ناقص نين وباقي صفر. يسوي ايجراج ناقص نين وباقي صفر. من هو? بما ان 16 يقسم هذا. فان 16 يقسم هذا. هكذا. بتالي 16 يقسم 9 ايجراج ناقص اربعة. وبما انه 16 اولي مع تسعة. فانه 16 يقسم ايجراج ناقص اربعة. حسب مبرهنة غوس. حسب مبرهنة غوس. حسب مبرهنة غوس. حسب مبرهنة غوس. بما انه 16 يقسم 9 في ايجراج ناقص اربعة. وبما انه 16 اولي مع 9. فانه 16 يقسم ايجراج ناقص اربعة. حسب مبرهنة غوس. اذا 16 يقسم ايجراج ناقص اربعة. يعني انه ايجراج ناقص اربعة يسوي 16 في كا. هكذا. حيث انك عدد صحيح. من هو. ماذا يساوي؟ ساوي ستاش كزائد اربعة. نلقينا اكس يساوي ستاش كزائد اربعة. نعوض اكس في المساوات. نكون نعوض الاكس في المساوات هذه. مش نلقو ايج. اذا تسا في ستاش كزائد اربعة. اكس هذا نعوض ناقص اربعة. يساوي ستاش نقص نين. هنا وش يبقى? يبقى تسا في ستاش ك يساوي ستاش في نقص نين. منو ستاش مع ستاش يروح. يبقى تسا ك يساوي اقرق نقص نين. منو تسا ك زائد اثنين يساوي اقرق. هكذا يجيبو اثنين لانة. وللي اقرق تسا ك زائد اثنين. او اقرق يساوي تسا ك زائد اثنين. لقينا اكس ستاش كزائد اربعة. اقرق هو يساوي تسعة كا زي اتنين. لما فهمش يعود بالعاقل. منه الحلول هي الثنائيات. ما تقوله حلول المعادلة هي ثنائيات من الشكل 16 كا زي اربعة وتسعة كا زي اتنين. حيث كا عدد صحيح. اذا هذه هي وحلينا التمرين. ما فهمتوش عودوا بالعاقل تفهموا. كل الدرس والتمرين ايضا. ما تنسوش طبوني وفلاشان. وتلايكي وتبرتجوا مع صحابكم باش يفهموا. صحاب رياضيات وتقني رياضي. اذا ما شفتوش اجزاء السابقة شوفوهم. مش تفهموا مليح. اذا ما فهمتوش كاش حاجة خليوها في الكومنتر ولا. وهذا والسلام عليكم ورحمة الله.